الكرام إلى حديثي الصحافة والبداية سوف تكون بالصحف الوطنية والنهار الجديد التي عنونت صدر صفحتها الأولى 76 حريقا تحت السيطرة في 15 ولاية التفاصيل جاءت كما يلي الحماية المدنية تسيطر على 76 حريقا عبر 15 ولاية أعلنت دان المديري العام للحماية المدنية عن تمكنها من إخماد كل الحرائق التي اشتعلت في ولاية تيزيوزو والتي تجاوز عددها الستين نقطة أبرزها تلك التي مست بلدية الأربعان ثراثا داعية في نفس الوقت المواطنين إلى أخذ الحيط والحذر ذلك أن احتمالية عودة الحرائق جد واردة في ظل الظروف الجوية الصعبة التي تعيشها الجزائر ويعيش أيضا حوض البحر الأبيض المتوسط في عنوان آخر لجريدة النهار الجديد إرهابي شارك في قتل عشرين عسكريا بمنطقة عكورن أمام جنايات ولاية بومردا ستفاصيل كما يلي حال قاضي تحقيق محكمة برج منايل ملفا خاصا بإرهابي سابق يدعى بأميم يكن بالمنشار كان ناشطا في كتيبة الأرقام بمنطقة زموري على محكمة أحيل على محكمة الجنايات للبث فيه عن جرم إنشاء جماعة إرهابية مسلحة وأعمال القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد إلى جانب وضع متفجرات في الطريق العام وتخريبه منشآت عمومية وخاصة أيضا ننتقل بكم إلى جريدة أو إلى يومية الوسط والتي عنونت تدرى صفحتها الأولى صندوق خاص لتعويض ضحايا حرائق الغابات التفاصيل جاءت كما يلي الوزير الأول يتوعد معاقبة المتورطين فيها ويكشف صندوق خاص لتعويض ضحايا حرائق الغابات هذا وكشف الوزير الأول وزير المالي أيمن بن عبد الرحمن من ولاية تيزي وزو أن رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون أمر باستحداث صندوق خاص بتعويض المتضررين من حرائق الغابات الأخيرة مؤكدا في ذات السياق أن العدالة ستحاسب كل من تورط في هذه الأزمة ولن تثنيها شردم بعض الأطراف في التخلي عن أي شبر من التراب الوطنية إلى جريدة أو إلى يومية المساء والتي عنونت أيضا صدر صفحتها الأولى إيماننا بالوطن وقوتنا وعظمتنا لن تنهار من يحاول المساس بالوحدة الوطنية سوف يدفع الثمان غاليا والقبض على 22 شخصا مشتبها فيهم بحرق الغابات تعليمات للجيش للشروع في اتصالات لاقتناء طائرات إقماد الحرائق هذا أبرز ما قاله رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون في خطابه للأمة أشهد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون أول أمس بالهبة التضامنية للجزائريين تجاه إخوانهم المتضررين من حرائق الغابات محذرا من محاولات المساس بالوحدة الوطنية واستغلال المحن والأزمات لتسميم الوضع من أجل إحداث التفرقة بين أبناء الوطن الواحد إلى يومية اليوم والتي عنونت أيضا في صفحتها الأولى الأئمة يدعون إلى نبذ الخلافات وتحلي بالوعي التفاصيل جاءت كمايا لتفويت الفرصة على المتربسين بالجزائر الأئمة يدعون إلى نبذ الخلافات وتحلي بالوعي توحد صوت الأئمة في خطبة جمعة أمس على إذانة الأفعال الإجرامية التي تسببت في الحرائق الكارثية التي طالت زيوزو وولاة أخرى من الوطن مستنكرين بشدة جريمة حرق الشاب جمال بن إسماعيل التي لا تموت بسلة لأخلاق الجزائريين وللإسلام دعينا الجميع لنبذ الخلافات وتحلي بالوعي لأن يكونوا يدا واحدا ضد كل من أرادوا سوءا بوطننا وبأهلنا أيضا إلى جريدة الشعب والتي عنوانت صدر صفحتها الأولى أيضا فيما يخص موضوع الشأن الدولي إذن الدور السابع عشر للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائر ومالي تلتزمان بتعزيز وتنويع التعاون التفاصيل جاءت كما يلي جددت كل من الجزائر ومالي تأكيد على رغبتها المشتركة أو رغبتهم المشتركة في تعزيز وتنويع علاقاتهم الثنائية في عديد المجالات ورحبت بتقارب تحليلاتهما بخصوص عديد المسائل الإقليمية والدولية بحسب ما أشار إليه البيانة المشترك والذي توج الأربعاء الماضي أشغال الدور السابعة عشر للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية إلى المواقع الإلكترونية المحلية والبداية سوف تكون بموقع النهار أونلاين والتي عنونت أحد أخبارها وزارة الاتصال ما يتم تداوله من مضامين على الفيسبوك يعد مساسا وتهديدا للجزائر وسمعتها أيضا كشفت وزارة الاتصال عزم الجزائر على الدود عن سيادتها الرقمية الوطنية وحماية شعبها من كل الخطط والنشاطات الهدامة التي تنطوي عليها مضامين يتم تداولها مؤخرا عبر موقع الفيسبوك أكدت إذن الوزارة في بيان الله على أن ما يتم تداوله في الأيام الأخيرة من مضامين على موقع الفيسبوك يعد مساسا وتهديدا لمصالح الجزائر وسمعتها أيضا مؤكدة أن الدولة عازمة على اتخاذ كافة التدبير والإجراءات القانونية ضد هذه الشركة لحملها على معاملة الجزائريين على قدم المساواة مع الدول الأخرى نبقى دائما مع موقع النهر أونلاين والتي عنونت أيضا أحد أخبارها المجلس الإسلامي الأعلى حرق الغابات أريد به إحداث الفساد وإراق الجزائريين التفاصيل كما يلي أصدر المجلس الإسلامي الأعلى الجمعة بيانا بخصوص الحرائق الأخيرة التي تشهدها بعض ولايات الوطن والهبة التضامنية واتحاد رواح الجزائريين من أجل مساعدة المتضررين واعتبر المجلس في بيان له أن حرق الغابات أريد به إحداث الفساد وإراق الشعب الجزائري وإلحاق أيضا الضرر ببعض المواطنين الذين فروا من ديارهم جراء الحرائق كما حي المجلس أيضا فرق الجيش الوطني الشعبي وأفراد الحماية المدنية والموظفين موظفين الغابات الذين ضحوا بأنفسهم من أجل إنقاذ المواطنين العزال إلى موقع الحوار والذي عنوان بالصور وصول أربعة مولدات لإنتاج الأكسجين فائدة الصيدلية المركزية للمستشفيات في شأنها الصحي طبعا حطت إذن مساء أمس أو مساء الخميس بقاعدة الجوية بوفاريك بنحة الأسكرية الأولى طائرة نقل أسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي ألمت نها أربعة مولدات لإنتاج الأكسجين تم اقتناؤها من فرنسا لفائدة الصيدلية المركزية للمستشفيات مواصلة لعملية جلب التجهيزات الصحية الضرورية للتكفل الأمثل بالمصابين بفيروس كورونا كوفيد تسعة عشر إلى المنصات العالمية والبداية سوف تكون بروسيا اليوم والتي تطرقت لموضوع العلاقات الروسية الأمريكية والتي تعرف تشنجا في الفترة الأخيرة حيث قال السفير الروسي في واشنطن أناطولي أنتونوف إنه لا يوجد دليل حتى الآن على تدخل موسكو في الشؤون الأمريكية لكن مثل هذه الاتهامات متواصلة وأضف السفير خلال تعليقه على تقرير وزارة الأمن الداخلية الأمريكي الذي اتهمت فيه روسيا بتقديم معلومات مضللة حول كوفيد تسعة عشر هناك شعور بأن بعض السياسيين يحاولون صرف انتباه الرأي العام عن البشاكل الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال البحث عن عدو خارجي يمكن تحميله مسؤولية كل مشاكل أمريكا إلى موقع بي بي سي نيوز عربي والذي عنوان أيضا أحد أخباره الحرب في أفغانستان تسارع وطيرة إجلاء الدبلوماسيين الأجانب مع تقدم حركة طالبان التفاصيل كما يلي وصلت الدفعات الأولى من القوات الأمريكية المسؤولة عن إجلاء البعثات الدبلوماسية وغيرها من طواقم العمال الأجانب من أفغانستان إلى مطار كابل بينما تسابق دول أخرى الزمن من أجل إجلاء عمالها ومواطنيها من البلاد ذلك وذلك وسط تقدم سريع تحرز حركة طالبان في الصراع مع القوات الحكومية هذا وسيطرت أيضا قوات طالبان الجمعة الماضية على بولعلم عاصمة ولاية الأغهار التي تبعد ثمانين كيلومتر فقط عن عاصمة البلاد إلى موقع آخر الآن سكاينيوز عربية التي عنونت بالبند العريض احتراق عالمي يوليو الأكثر حرا على الإطلاق خلال 124 عاما التفاصيل كما يلي أعلن مسؤولون مسؤولون أرصاد الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية أن كوكب الأرض شهد احتراقا في يوليو الماضي ليصبح أكثر الشهور حرارة خلال 142 عاما وبينما ضربت موجات حر شديدة عدة مناطق من الولايات المتحدة وأوروبا وأيضا البحر الأبيض المتوسط أو حوض البحر الأبيض المتوسط بلغ متوسط درجة حرارة الكرة الأرضية 62.7 درجة و16.73 درجة مئوية شهر الماضي متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في يوليو الماضي في يوليو من سنة 2016 والذي سجل مرة أخرى في عامي 2019 و2020 حسب ما قالته الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف في الجو في الولايات المتحدة الأمريكية بهذا مشاهدين الكرام نصل وإياكم إلى ختام برنامجي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر